هل تملك الأسلحة اللازمة لمواجهة المغرب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتحية للجميع ومرحبا بكم في فيديو جديد إذن في هذا الخبر العاجل إقاف المدرب الجزائري عادي العمروش عن تدريب المنتخب ديال تنزاني رسميا الاتحاد التنزاني لكرة قدم يعلن التخلي على مدرب الجزائري وكذلك عقوبة قاسية من الكاف على المدرب الجزائري بعد التصريحات الأخيرة قبل كأس أمم إفريقيا المثيرة لجدل على فوز القجاع الجامعة الملكية المغربية لكرة قدم وكذلك على مصداقية الكاف إذن الخبر العاجل كشفت مصادر مطلعة أن الجزائري عادي العمروش مدرب منتخب تنزانيا الذي مثل أمس الخميس أمام لجنة التأذيب التابعة للكنفيدرالية الإفريقية لكرة قدم قد تعرض لعقوبات قاسية على خلفية تصريحات المسيئة التي أدل بها قبل أيام ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة قدم وعلمت مصادر إعلامية أن اللجنة التأذيبية التابعة للكاف عقبت المدرب الجزائري عادي العمروش بشدة وأوقفته لمدة 8 مباريات مع تغريمه مبلغ 10 ألاف دولار بعد التصريحات الكاذبة التي أدل بها لإحدى القنوات التلفزيونية الجزائرية ياسي عمروش كنت بعيد وكنت تدرب وكما نقوله كنت تساعد لك أسي أمام إفريقيا بألك الدفور أشدك تخرج بها تصريحات القنوات الجزائرية لإستغلوك باش أنهم يطلعوا البوز باش أنهم صراحي يستغلوا المكانة ديالك مدرب لمتخب تنزانيا انتاء الخاسر في الأخير وكان عادي العمروش قد أدل بتصريحات مستفزة واتهامات خطيرة في حق الجامعة الملكية المغربية لكرة قدم قبل أيام قال فيها إن الأخيرة برئاسة فوز لقجع باتت قوى ضاربة في إفريقيا وهي من تسير الأمور في الكرة الإفريقية وكأن الكاف غير موجود بتاتا وادعى الإطار الرياضي الجزائري فيها تصريحات نفسها أن المتحدث التنزاني طالب بلعب المباراة أمام المنتخب المغربي ظهرا لكن الجامعة الملكية المغربية لكرة قدم قال لك فرضت برمجتها مساء هم يختارون الحكام في المباريات المنتخب المغربي هذا يعني أنك تلعب أمام منتخب كبير وأمور خفية أخرى كما قال المدرب عادل عمروش ورد المنتخب الوطني المغربي على تصريحات عمروش قبل أمس الأربعاء فوق أرضية الميدان بهزم المنتخب التنزاني بثلاثية نظيفة برسم جولة أولى من مجموعات كأس أمم إفريقيا بالكود ديفوار إذن كلام خطير ونبه الإعلام المغربي وكذلك العربي الكلام دي العادل عمروش وفي الندوة الصحفية قبل المباراة دي المنتخب الوطني المغربي الإعلان المغربي قال له ودي ووضحنا الأمور المشكلة لتصريحة للك القنوات الجزائرية وانت دي جا كان وقع لك مشكل مع المنتخب الجزائري ومع المسؤولين في الجزائر في المباراة الويدية في شهر سبعة مشي تلعب في الجزائر ومستقبلوك في المطار ومعطوك لوقت في المطار وخليه كنتم يستويعوا أنتما في المطار ومن بعد نهاية دي المباراة أيضا النادو تعدوا عليك وبغوا يقالوا لك لماذا تربحنا وبقيتك تزقيتمها وقلت لماذا ما بغيتوني الرباح كيفاش بغيتون أنتما الاتحاد تنزانيا يعاود ببرمج مباراة ودي أخرى في الجزائر والبيعتة دياله والمنتخب دياله تم يستويع هو محاصر في المطار ديال الجزائر بدون أكل بدون ماء بدون أي شيء وفي الأخير عادي العمروش من بعد المباراة عمروش من بعد المباراة ديال المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم في إقصائية ديالكس العالم في دار السلام فوزنا عليه بجوز الصفر وخرج وكأكد على أن المغرب يشبه البرازيل منتخب عالمي عندونه وجوم عالميين يعني صعب أنك باشتربح هذا المنتخب بعدها فقط عاوتان يخرج وكماساك يتكلم في الإعلام الجزائري على أن المغرب كيدين الكوليسة والاقجاع كيلعب اللعبة الكواليس في الكاف ومن يتحكم في الكاف هو قوة ضاربة في الكاف والجميع الملكية المغربية هي اللي كتبرمج المباريات هي اللي كتجيب الحكام يعني هاتشي كامل كالضرب المستقية ديال الكاف إذن يمر رسميا الكاف لعقوبات قاسية كما قلنا على المدرب الجزائري قدرها عشرة ألف دولار وحبس وثمانية ديال المباريات هاتشي اللي يخلى الاتحادة تنظني لكرة قدم أنه يوقف عادل عمروش وكذلك يخلي المساعدة الحميد مروكو سليمان مدربا للمنتخب الأول إذن تصريحات جعلت من عادل عمروش كما نقوله زوبعة إعلامية فيها إفريقيا والكل يتحدث على ما قاله اتهامات كانت واضحة للكاف واتهامات واضحة لفوزي القجاع رئيس الجامعة لكرة قدم بدون دليل بدون دليل أن يتكلم على رئيس اتحاد كرة وانت مقبل على منافسة ديالك أسمام إفريقيا بالكدفر وقلناها سابقة على الجامعة أن تتحرك حتى مدرب من المتخب الوطني مغربي حطوا عليه الصحافة الأسئلة على هذا الموضوع أرفض قال له أنا حاليا كنركز على المنتخب كنركز على اللاعب كنركز على المنافسة على أرضية الميدان هذالأمور الجامعة هي اللي هذي هتكلف بها والحمد لله فوزي القجاع قام بالواجب الكاف قام بالواجب باش احتشي وحمي الطاول على المستقية ديالكاف وكذلك ديال النزاهة ديال فوزي القجاع الحمد لله اللي يخدم الكرة المغربية والحمد لله اللي يصيدنا جلالة الملك نصر الله اللي يعطاه واحتيق لهذا الرجل فوزي القجاع الحمد لله اللي يخدم البطولة المغربية وكذلك المنتخب المغربي وكذلك الحمد لله كنشوفوا التطور دي كرة القدم على مستوى القاري والعالمي والعربي عادي العمروش إذا رسميا خارج أصوار الجامعة أو الاتحاد التنظاني لكرة القدم هو اللي حرم راسه من كأس أمام إفريقيا بتصريحها دي المستفزة والغريب في الأمر أنه ما قدرش يضر في الندوة الصحافية أمام الصحافة المغربية ما عرفش نقول لأنه تيب بالحرف الواحد كتقول بأن المغرب يتحكم في الحكام والمغرب يختار التوقيت المناسب مساءً باش أنه يلعب المباريات وقلت بأن المغرب قوة ضاربة في إفريقيا يعني هذا كلام عندك دليل كان دليل قاطع يا عمروش على الكلام الذي قلته أمام الإعلام الجزائري قبل المباراة دي المنتخب الوطني مغربي وانتقالس في الملعب دي التداريب وموكع البارية دي الشبكة وكاتهضر بكل أريحية وتبتسم وما عرفش العواقب دي الاتهامات ضد رئيس اتحاد كورة وعضوا في الكاف وعضوا كذلك في الفيفا رأى ما شي سهلا رأى القجاع لا يظلم حتى شي واحد عنا مع مر الإعلام دينا نظلم شي واحد ولا شي مدري مغربي يخرج كيتهم برلماضي ولا يقولوا برلماضي كيدير ولا فلان كيدير يعني هذا الكلام كان من الممكن عليك أن تبتعد على مثل هذه الأمور لأن بعض البراطوهات الجزائرية قدر يجيبوا لك مشكل هوا ما جابوا لك مشكل كان من الممكن أنك تبعد على تصريحات وتركز على المنتخب ديالك تركز على المنافسة تركز على الصمعة ديالك تركز كذلك على كثير من الأمور لكن أنت خرجت عن نطاق الرياضي خرجوك خرجوك المنابر الإعلامية ديالهم وخلاوك تدلب واحد صريحات اللي ما كيناش وهو النجاح ديالهم في المنابر أو في البراطوهات الإعلامية ديالهم النجاح لأي إعلامي وأي صحافي ديالهم هو أنه يتكلم على المغرب الكولاسة القجاع والله هذا هو الهدف ديالهم ولكن أنت كمدريب كان من المفروض أنك تبعد على تصوالح لأنه أنت جيبتها في رأسك القجاع راه راجل ميصداقي وكان عرفوه عن قرب الحمد لله راكز تكونوا في المدينة اللي كيكون هو فيها وكان عرفوه والحمد لله راجل كي يخدموا الكورة وعندوه ميصداقية كبيرة وهذا الشي اللي يخلاننا الحمد لله نشوفه الكاف الصراحة كي عرضك على الجناة ديال التأذيب والحمد لله خذينا الحق ديالنا والإتحاد تنزاني رئيس الإتحاد تنزاني كان تبرأ قال لك الكلام دياله نحن غير مسؤولين به ونحن هذا الشيء ما كان كيف تقول بأن القجاع يتحكم في المنتخب ديال التنزاني وفي التربوس الإعدادي دياله قال لك أنه يديره في الجزائر ودخل القجاع وصفته من الميصر من يمكن تجيبوا هذه الأخبار وانتم تعرضتوا لبعتها ديال التنزانية تعرضت تميز توايع وهي في المطار في الجزائر في المباراة والديال اللي لعبته في شهر سبعة كيف تريد إتحاد أنه صفت المنتخب دياله يتكرفص وهو مقبيل على كأس أمم إفريقيا في القضيفور كيف تريد إتحاد صفت منتخب دياله يدير تربوس إعدادي في الجزائر ولكن المباراة يلعبون في تونس يعني جزائر وش ما عندهش ملاعب يعني والله العظيم الشعارات الخاوية فقط على المنابر الإعلامية الجزائرية اليوم هاي تعصف بعادل عمروش خارج المنتخب ديال تنزانيا في أكبر المسابقات الإفريقية إخواني كان هذا هو الخبر العاجل اليوم أتمنى أنكم تعطوني الرأي ديالكم وفضل الموضوع وكذلك خلوا لي التعليقات ديالكم والناس ما مشاكيش معي في قناة أتمنى أنكم تشاركوا وتفعلوا جرس باش وصلكم ديما جديد ديالنا تحياتي لكم وديما المغرب